طيب هو برضو عندما كان يحرص أردوغان وقاع بيفتكرها أهم شغله يعني يعني وقع حصلت أردوغان نتخلق مع حد رئيس معين زار تركيا فهو كان موجود يحكي لنا كده يعني بعض الأسرار لإنجاز التعبير اسمحوا لي أن لا أدخل في التفاصيل لأننا مطلبون بكفاح الظلم نفسه وليس شخصية الظالم نعم نحن الآن في المعاناة ربنا سيحاسب الظلم ممكن أن نتحدث عن الظلم فقط لأن نجعل القضية متعلقة بشخص معين هناك مساجد التقوى ومساجد ضرار كما يذكر في القرآن مساجدنا في تركيا مشتعلة بفتن مثل مساجد ضرار تتكرر فيها كل يوم إهانة وقدف وسب لبعض المسلمين من حركة الخدمة الذين يصلون الصلوات الخمس قمت بوظيفة الحراسة الشخصية لرئيس الدولة كما يليق وعلى ما يرام لقد عشنا أحداثا كثيرة لا يصح أن أتكلم عن الفترة السابقة لا تسمح لي تربية الدولة التي تلقيناها في خوض ما فات ولذلك لا يصح إفشاء الأسرار السياسة هي الإفصاح عما يتمنى السيد أردوغان سياسي ماهر وله خبرة كبيرة فيها أنا أعتبره من السياسيين النادرين في العالم لا أقول هذا الكلام لتأييد ما يفعله أو لمعارضته أليس ما عاشه محمد مرسي يفصح عن كل شيء مما جرى بين مصر وتركيا في فترة حكم مرسي مرسي جاء إلى تركيا والتقى بأردوغان واستشاره فيما يجب عليه أن يفعله في مصر إن ما يقوله أمام الشاشات ليس مهما المهم ماذا يقول وراء الشاشات لاحظنا أن تصريحات قيادات الدولة أمام الإعلام وخلفها مختلفة بمائة وثمانين درجة مثلا أنا أتكلم معك هنا بأسلوب مهذب وقد أهينك بعد انتهاء اللقاء شاهدنا كل شيء